في كم حكاية بقى في النادي الاهلي حابب اتكلم فيها معاكم ونبدأ بحكاية تخص مباراة العين الاماراتي تخص مباراة العين الاماراتي الاهلي بيواجه مشكلة بيواجه مشكلة في سنائي الدفاع في مباراة العين الاماراتي ياسر ابراهيم موجود مفيش مشكلة ياسر ابراهيم موجود ومفيش مشكلة الازمة فين؟ الازمة انه خلاص تأكد ان يوسف ايمن مش موجود في هذه المباراة بسبب البروتكول انه يبنع انه اللاعب يشارك الا بعد عدد ايام معينة لو جاله ارتجاج في المخ بعد اي مباراة وجاله حصل له المشكلة دي في مباراة الزوالك الماضية فيوسف ايمن رسميا خارج مباراة العين الاماراتي يتبقى لك جنب ياسر ابراهيم يا رامي ربيعة يا اشرف داري اشرف داري بدأ شوية النهاردة يخش تدريجيا في التدريبات الجماعية بس لسه مش جاهز ماء في الماء يعني بكرة هيحاولوا كمان يدخلوه في التدريبات الجماعية بشكل اجبر فصعب جدا ان اشرف داري يبقى موجود في المباراة على الاقل في التشكيلة الاساسية صعب جدا جدا طيب رامي ربيعة رامي ربيعة عنده شد عضلي في الخلفية وعنده شد عضلي في السمانة دايس على نفسه جدا بيعمل تأهيل كبير جدا وبكرة في المران الجماعي هيتأكد إذا كان هيلعب ولا لا موقفه لسه مش محسوم اموره ما زالت صعبة بس مش مضمون اذا كان هيغيب ولا لا اذا احنا قدام حالة واضح ان الوحيد اللي جاهز في السنائية الدفاع النادي الاهلي هو ياسر ابراهيم طيب فرضا ان شاء الله ده ما يحصلش مفيش رامي ربيعة مفيش اشرف داري وتأكد خلاص ان يوسف ايمن بر مين هيلعب جنب ياسر ابراهيم ده سناريو اكيد المدير الفني مارسل كولر حطه في حساباته في حساباته فيه تلات اختيارات قدام مارسل كولر عمر كمال عبدالواحد اقرم توفيق احمد نبيل كوكا واحد من التلاتة الدول هيلعب جنب ياسر ابراهيم فيه مرة جربها عمر كمال عبدالواحد وفشلت فشل زريع كان في مبارات البنك الاقل في الدول اللي قالي خسها الاربعة وقتها مع كامل احترام للهجوم هجوم البنك الاهلي فهجوم العين اخطر بكتير جدا جدا من هجوم البنك الاهلي فمعرفش اذا كان هيعملها تاني ولا لأ امارسل كولر ويلعب بعمر كمال عبدالواحد لو رامي ربيع غاب وفي الصورة اقرم توفيق وفي الصورة احمد نبيل كوكا دي البدال المقترحة في حال ما لعبش رامي ربيع او اشرف داري باي جاكي